السلام عليكم متابعي دراما سبورت ريمون تادا من النادي العربي فريق عمر السومة أمام الوكرة بالدور القطري عمر السومة شارك بالمباراة بشكل كامل من دون أي إصابة كما تم الترويج بعد مباراة منتخبنا أمام اليابان مباراة رح نحكي عنها بشكل مفصل وأكيد رح نحكي عن الجولة الساسة من مباريات الدور السوري قبل ما نقود بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل شوف يا صديق العزيز بغض النظر عن الإشاعات اللي طلعت بعد مباراة منتخبنا أمام اليابان واللي رح نحكي عنها بالأيام القادمة إن شاء الله لكن حاليا بدنا نحكي عن مباراة العربي والوكرة وتواجد عمر السومة بشكل كامل من دون أي إصابات ولاعب جاهز وعم بيلعب مع النادي العربي ومحقق فوز الصعب وريمون تادا أمام الوكرة أحد أفضل الأندية القطرية بالوقت الحالي اللي عم بتقدم كرة قدم جميلة وجيدة المباراة بدأت بتقدم النادي الوكرة بنتيجة واحد صفر بالدايئة 23 الشوط الأول بالكامل حسيت العربي وكأن المنتخب السوري ونادي الوكرة منتخب اليابان لكن الفارق شوف معي الفارق نادي العربي ما كان مسيطر ما كان قادر على إمكانيات نادي الوكرة من ناحية الاستلام والتسليم والسرعة وكل النواحي الوكرة كان أفضل بالشوط الأول الفارق بأن النادي العربي ما كان عم يعمل أخطاء دفاعية الفارق بأن النادي العربي ما خرج زهنيا من المباراة أبقى على نتيجة الواحد صفر نحن مثلا لو استمرنا بنتيجة الواحد صفر مع نهاية الشوط الأول ممكن ما كنت راح تلاقي كل المشاكل اللي شفناها أو نتيجة الخمسة صفر مع نهاية المباراة الفريق وهون الفوارق تكمن لما تمتلك لعب مثل سيمو بالدفاع مثل ديالو لما عندك خط الوسط أحمد فتحي وفيراتي لما بيلعب معك يوسف المساكني يجباري أنت كعمر السومة إذا ما تقلقت راح تتواجد مع فريق جيد مع فريق يعطيك حقك كوالقعب يعني حتى الهدف الأول والتاني إذا حكينا عنهم طبعا استفاد النادي العربي بالشوط الثاني مع خروج حمدي فتحي بالبطاقة الحمراء استفاد من هاي الناحية لأن الوكرة بصراحة فريق قوي فريق يحترم لكن العربي ما استسلم العربي ما سلم الراية لنادي الوكرة أو تقوقع بالدفاع يلا خلينا نخسر واحد صفر لا أطلاقا الهدف الأول اللي إجا تمرير تفيراتي إلى يوسف المساكني لاحظ معي أنه في لعبين أو ثلاث لعبين حتى من النادي الوكرة عم بيفكروا بعمر السومة ويوسف المساكني جاي من الخلف وبالفعل انفرد وهو جاب الهدف التعادل الهدف الثاني اللي سجلوا النادي العربي من ركلة ركنية كلها عيبة نادي الوكرة عم براقبوا بعمر السومة عم بيهتموا بعمر السومة تركوا اللاعب الآخر جاسم جابر اللي جاب الهدف الثاني أي إن دايما اللاعب المهاجم نحن المشكلة الأساسية بسوريا لما منطالب عمر السومة بيهتم المنتخب السوري منطالبه أنه يكون ليونيل ميسي هو لاعب هداف ممكن يفتح لك المساحة ممكن يفتح لك المجال لاعب آخر لازم يؤدي وعمر السومة لوحده بالخط الأمامي ما بيؤدي لازم مثلا هلا منلاقي بع العربي بيلعب رافينيا وبيلعب يوسف المساكني وبيلعب كلا وبيلعب ثلاث أربع لاعبين مع عمر السومة إذا ما خدموا على عمر السومة فبيخدموا على أنفسهم يعني أنت بالمباراة بتلاقي ثلاث أربع فرص عم تيجي للنادي العربي سواء لعمر السومة أو ليوسف المساكني هذا هو الفارق يا جماعة فبالتالي ألف مبروك للنادي العربي فوز جميل فوز مهم على أحد أفضل الأنذية القطرية بهذا الموسم نادي الوكر عم بيقدم كرة قدم جميلة لكن تعرض للخسارة نتيجة البطاقة الحمراء اللي خرج فيها حمدي فتحي خلونا نحكي عن دورينا لأن في ناس عم بتعاتب أنا ما عم نحكي عن الدوري أنا فقط جولة واحدة ما حكيت فيها عن الدوري النتيجة أنه كنا مشغولين بالمنتخب وأكيد رح نحكي عن شو صار مع عمر السومة و هكتور كوبر يوم الأربعاء أو الخميس الجاي إن شاء الله في التزامات خلال هالأيام بفيديوهات أخرى مختلفة رح نبدأ من المتصدر نادي حطين اللي حقق فوز كبير على أهل حلب برباعي أربع واحد سجل لحطين سعد أحمد برازا وديكو بينما سجل هدف أهل حلب أحمد الأحمد حطين هذا الموسم عم بيقدم كرة قدم جميلة جدا بقيادة الكابتن أنس مخلوف اللي عامل توليف جميلة جدا لنادي حطين هاي التوليف عم بتخليك تشوف نتائج مصاحبة لأداء ومستوى وفريقة عم بيقاتل على كلكرة الشي اللي كمان عم بيميز نادي حطين هذا الموسم المحترفين سواء ديكو أو برازا محترفين شكلوا الفارق مع نادي حطين بشكل كبير عم بنلاقي محترفين بقية الأندي المستوى نوعا ما يعني جيد إلى متوسط بينما محترفين حطين التأثير واضح بالإضافة إلى سليمان رشو وعز الدين عوض بالخط الأمامي كمان عم بيقدموا مستويات قوية وعم بيساندوا هالمحترفين وكمان لما بتحكي عن مدافعية حطين انت عم تحكي عن سعد أحمد عن خطاب جابر خطاب فلا عيبة بصراحة يعني فريق حطين كتشكيلة كتوليفة ممكن ما تكون التشكيلة الأفضل بالدور السوري لكن التوليفة طريقة انسجام اللاعبين وطريقة قيادة اللاعبين من الكابتن أنس مخلوف رائعة جدا ويشكر عليها بصراحة لأن فيك تعمل فريق قوي وفريق منافس من تشكيلة جيدة منروح لأهلي حلب أهلي حلب بيقدم بكأس الاتحاد الآسيوي مستويات أفضل من الدوري يعني نحن بالعادة معتادين أنه بالدوري نعمل التخبيصات ونفوز ونحقق نتائج ونعمل كرة قدم نوعا ما جيدة منروح لكأس الاتحاد الآسيوي منقدم مستويات سيئة أما أهلي حلب بصراحة بالعكس بتلاقيه بكأس الاتحاد الآسيوي عم بيقدم كرة قدم جميلة كرة قدم مميزة بتروح على الدوري بتلاقيه فريق هاوي هاوي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يعني كمان عندي إحساس من لعيبة أهلي حلب شايفين حالهم أكبر من الدور السوري يعني واضح ما عم بيقاتلوا عليك الكرة الفريق في نوع من الغرور في نوع من التعالي على كرة القدم انت عم بتواجه حطين كمان عنده حسين جويد عنده سعد أحمد عنده لعيبة مميزين يزن عرابي بحراسة المرمى كل لعيبة حطين كمان مميزين فأنت على مين شايف حالك يعني على نادي حطين اللي عنده تشكيلة وعنده فريق متصدر لازم تركض على كل كرة تقاتل على كل كرة لعيبة أهلي حلب لا اطلاقا اطلاقا ما لعبوا كرة قدم أمام حطين فبالتالي استحقوا الخسارة بنتيجة 4-1 نتيجة كبيرة ويسأل عليها معنى الراشد ولعيبة الأهلي نروح لمباراة الفتوة والطليعة وفوز الفتوة بنتيجة 3-0 سجل الفتوة محمود البحر كرم عمران وأحمد الحسين الفتوة حامل لقب الموسم الماضي هذا الموسم كمان موجود بالمنافسة عنده تشكيلة قوية تشكيلة الفتوة هي التشكيلة الأفضل كأسماء لاعبين تشكيلة الاحتياط بنفس مستوى الأساسي فريق قوي جدا الفتوة إلى الآن أنا شايف يعني كمان من أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مشكلة الفتوة عم بيلاقيه بكاس الاتحاد الأسوي ما عم بيقدم نفس النفس الهجومي اللي عم بيشوفه بالدور السوري يعني الفتوة على عكس نادي أهلي حلب أهلي حلب بالدوري عم بيلاقيه فريق نوعا ما مهزوز فريق ما عم بيلعب بشكل جيد لكن بكأس الاتحاد الأسوي على الأقل عم بيلعب كرة قدم جميلة الفتوة على العكس بيلعب بالدوري مباريات جميلة مباريات مفتوحة بيضغط بيلعب بعدد كبير من المهاجمين فريق ممتع بتروح على كأس الاتحاد الأسوي بتلاقيه فريق خائف مرتع حس الرعب موجود داخل اللاعبين ليش ليش نفس هذا المستوى اللي عم بتأدمه روح أدمه بكأس الاتحاد الأسوي ورح تعمل نتائج ليش لأن نادي الفتوة يمتلك تشكيلة قوية يمتلك فريق قوي جدا فريق مؤهل أنه حتى يحقق نتائج إيجابية بكأس الاتحاد الأسوي ما بعرف شو عم يصير باللاعبين بصراحة بالنسبة لنادي الطليعة نتائجه جيدة يعني ممكن بعد التوقف نسيوا اللاعبين جوي كرة القدم لكن فينا نقول فيه أخطاء دفاعية كبيرة جدا بنادي الطليعة الخطوط مفككة بنادي الطليعة حارس المرمى هو الوحيد اللي ممكن عم بيأدي بنادي الطليعة ويليام غنام عم بيأدي مستوى جميل جدا مع الطليعة ممكن بهاي المباراة فيه أخطاء من الدفاع بالحراسة لكن بشكل عام أنا عم بحكي أن الطليعة بيحتاج لخط دفاع جيد خط دفاع يكون لعب على الأقل قائد بخط الدفاع يشيل النادي ويعمل نقلة نوعية بتشكيلة الطليعة الطليعة نتائجه مانا سيئة هذا الموسم يعني على الأقل عم بيتواجد بالمراكز الدافئة منروح لمباراة الحرية والوسبة وفوز الوسبة الكبير على الحرية بنتيجة أربعة واحد سجل الحرية محمد اليوسف بينما سجل أهداف الوسبة ثائر الشامي ووائل الرفاعي هاتريك وائل الرفاعي أحد نجوم الدور السوري لعيب مميز نعم واصل لعمر معين كخبرة عم بحكيه بس كل ما لعب مع نادي الوسبة دائما عم بيشيل نادي الوسبة هجوميا نادي الوسبة مع وائل الرفاعي مختلف نادي الوسبة مع وائل الرفاعي ممتع الوسبة يعني بصراحة فريق جميل جميل أنك بتابع نادي الوسبة فريق ممتع بيلعب كرة قدم على الأرض على عكس الحرية اللي ما بتعرف شو هدفه من الوجود بالدور السوري الممتاز يعني هل يا ترى فقط المشاركة لغرض المشاركة يعني العمل على المواهب يعني أنا لما شفت تم التعاقد مع احترامي يعني لخالد الحاج عثمان بحراسة المرمى وبعض اللعيب الخبرة حسيت من الحرية ما عنده هدف يعني ما عنده هدف عبد الرزاق الحسين حسيت أنه جايين شو الهدف شو الهدف من وجود الحرية أنا بتمنى جمهور الحرية يحكولي شو الهدف من الوجود بالدور السوري الممتاز إذا ما عم تشتغل على عمل جيل بالنادي ولا اللعيب اللي كانوا عم بيلعبوا بالدرجة الأولى وتأهلوا للدرجة الممتازة ما عم تلعب بنفس اللاعبين فبالتالي بصراحة عم حس الحرية عم بيصعد صعود موسم وهبوط موسم آخر يعني ما عنده أهداف معينة ما عنده استراتيجية معينة بالوجود بالدور السوري الممتاز المشاركة بالحرية كانت قاعدة يعني قاعدة قاعدة بصناعة المواهب واللاعبين وين الحرية الآن؟ نتائج سيئة أول الأنديا اللي ممكن تهبط إلى الدرجة الأولى يعني ما بظن الحرية يستمر بالدور السوري الممتازة هذا الموسم يعني الآن فريق ما عم يعطيك شيء يعني ما عم يعطيك إيحاء بإن ممكن يستمر منروح لمباراة جبلة وتشرين وفوز جبلة بنتيجة واحد صفر سجل لجبلة عبد الرحمن بركات البوكا جبلة من الأنديا اللي بتعرف تتعاقد مع مهاجمين يعني بيروح محمود البحر وبيجي عبد الرحمن بركات عبد الرحمن بركات عم يقدم مستوى كمان مميز جدا أحد اللاعب المظلومين على فكرة يعني الأولى تعرضوا للإصابات عبد الرحمن بركات أحد اللاعبين اللي بيمتلك السرعة بيمتلك المستوى اللي يأهلوا يلعب مع منتخب سوريا شفناه مع المنتخب الأولمبي شفناه مع منتخب الناشئين والشباب كان أحد أبرز اللاعبين بالكرة السورية خسارة يعني خسارة هيك موهبة مثل عبد الرحمن بركات أو ما رح سميه موهبة هيك لعب لأن الموهبة خلاص يعني واصل لعمر معين فينا نسميه لعب مميز بالدوري عبد الرحمن بركات لو للإصابات كان كان ممكن يعمل إضافة أساساً لكرة القدم الهجومية بسوريا عنده كل المؤهلات من ناحية التمركز من ناحية التوقع من ناحية السرعة من ناحية الإنهاء كل شيء طبعاً إذا تحدثنا عن مباراة جبلة وتشرين فجبلة فريق هذا الموسم كمان يمتلك يعني تشكيله فيها محمود مهنة فيها لعيبة بعض الخبرة ببنادي جبلة عبدالإله الحفيان والشمالي أحمد شمالي الحارس أحمد مدنية أنا دائماً أحس أن الفريق اللي بيلعب فيه أحمد مدنية هو الفريق اللي لازم يفوز بالدوري أو يكون بالمركز التاني يعني ما في مجال تواجد أحمد مدنية مع أي فريق مكسب بصراحة فبالتالي يعني ألف مبروك لنادي جبلة بيعرف يتعاقد مع لاعبين مميزين يعني عبدالرحمن بركاته وموسمين عم بيلعب مع الوحدة ومع بعض الأندي الأخرى ما عم بيتقلق لأن ما عم بيعطى الفرصة وكمان عم بيتعرض للإصابات مع جبلة أخذ موقعه فبالتالي جبلة بيعطي الفرصة لللاعبين بيعطي المجال لللاعبين لحتى يتقلقوا فبراو براو لإدارة نادي جبلة براو للشغل اللي عم يشغل بنادي جبلة مكان مستحق وشغل كمان متعوب عليه صراحة بالنسبة لنادي تشرين حاسس المباريات اللي خارج الأرض تشرين ما بيأدي يعني هلا ممكن بالديربي يعطي مستوى مختلف لكن بالمباريات الخارج الأرض الموسم الماضية كانت تشرين يمتلك شخصية حاليا بتحس في عقم هجومي في فريق عم بيشبه نادي أهلي حلب من ناحية عدم الشراسة ما في شراسة بنادي تشرين كمان في أخطاء دفاعية غير مقبولة بنادي تشرين فبالتالي في تكامل بين المباريات خارج الأرض غير مقنعة لنادي تشرين بأرضه فريق قوي فريق بيعطيك شخصية بيلعب بالروح بالدم لكن خارج أرضه لا فريق أقل شراسة يعني اليوم حسيت جبلة أكثر شراسة أكثر رغبة بالفوز من تشرين تشرين لا يمتلك مهاجم رقم 9 صريح في محمد البري الععيب مميز جدا لكن أنا بفضل محمد البري على الجناح جناح اليسارة وجناح اليمين أو مهاجم تاني بفضل كامل كواية يكون على الطرف ما بفضله يكون مهاجم تاني لأن محمد كامل كواية نوعا ما بيفوت وبسدد ممكن من بعيد أو بيعمل اختراق وبيعمل عرضية ففي مشكلة بتشكيلة نادي تشرين لا يمتلك مهاجم رقم 9 صندوق مهاجم صريح مباراة الساحل والوحدة وفوز الساحل على الوحدة بنتيجة 2 صفر سجل الساحل سامر سالم وشادي الحموي الساحل بهذا الفوز يعني عم بيعطي أمل كبير بأن يبقى هذا الموسم بالدوري التعاقد مع محمد شديد أحد المدربين كمان المظلومين يعني في بعض الناس أنا بحس أنه مظلومة لازم أحكي عنها أحد هالناس المظلومة هو مدرب نادي الساحل محمد الشديد اللي تم التعاقد معه مؤخرا مدرب بيشتغل على حاله وكل ما بشوف عم بيتواجد مع أندي عم بحس أنه عنده شي مختلف لما كان متواجد مع نادي الشرطة كان عم بيعطي شي مختلف تماما الشغل اللي عم أكيد يعني نادي الوحدة حاليا من الأندي اللي جمهور الوحدة لازم يعرف هذا الشي يعني وحاكيها ممكن قبل ثلاث سنوات وسنتين وعام والآن نادي الوحدة يفتقد للاستقرار الفني يفتقد إلى المشروع الموسم الماضي شفنا أنه عم بيشتغلوا على شباب قلنا ماشي الحال ممتاز جدا نعم المباريات الأخيرة كانوا عم بينافسوا على البقاء وظلوا بالدور السور الممتاز هل يا ترى كملوا المشروع؟ يعني أنا شو استفدت الموسم الماضي ضيعته بالكامل على موضوع الشباب وهلأ حاليا بدي أرجع بموضوع اللعيم الخبرة فشو استفدنا من الموسم الماضي؟ يعني هل يا ترى الأفكار والمشاريع بنادي الوحدة هي مشاريع منطقية جدا عم تنعمل؟ السؤال أكيد لرئيس النادي يعني رئيس النادي الكابتن ماهر السيدة بيتحمل مسؤولية يعني اليوم الوحدة صار بكرة السلة فقط يعني عم اللاقي الوحدة عم بيعمل نتائج أما بكرة القدم فريق متواضع جدا من دون أي مشروع من دون أي أهداف طبعا الساحل برافو برافو للساحل التعاقدات كانت جيدة لكن كان يحتاج نادي الساحل لمدرب يعمل هاي التوليفة مثل ما حكينا حطين الكابتن أنس مخلوف عامل توليفة الساحل كان بيحتاج لمدرب يعمل هاي التوليفة في بعض المدربين ممكن يكونوا جيدين لكن ما عم بيتوفقوا معنا دي ما في كيميا حافظوا على محمد شديد مدرب جيد مدرب جيد بنصح فيه بصراحة منروح للمباراة الأخيرة مباراة الكرامة والجيش فوز أوه تعادل الإيجابي واحد واحد سجل الكرامة تامر الحاج محمد وسجل للجيش وسامة أومري يعني لما بتشوف أسماء اللاعبين اللي سجلوا الأهداف لعيبة كبار وصلوا لعمر معين ما بتلاقي فيه لعيبة شباب عم يسجلوا أهداف فيه لعيبة شباب بارزين بصراحة أنا مالل مالل من الحديث عن الملعب يعني مالل ما فيني أحكي عن الملعب خلص مليت مليت وصل لمرحلة إنه خلص ممكن الشغلة الإيجابية بهاي المباراة بإن الكرامة عاد بالنتيجة بالدقائق الأخيرة وبالثواني الأخيرة فقط لا غير لأن الكرامة اعتدنا خلال الجوالات الماضية بيقدم شوط أول جيد بيقدم كرة قدم ممتعة مقنعة الشوط الثاني بيتلقى هدف بالدقائق الأخيرة أما بيخسر أو بيتعادل هالمرة الجيش تقدم بالدقائق 78 عاد الكرامة بالدقائق 95 وجاء بالتعادل ممكن تكون التعادل نتيجة مرضية للطرفين ممكن أنا بشوف إنه هاي النتيجة المرضية للطرفين ما في فريقة قدم شي لحتى يحقق فوز كبير أو يحقق فوز مقنع على كل حال يا شباب هذا كل شي حاب أحكيه بتمنى يعجبكم الفيديو وتكون بصحة وخير وسلامة اشتركوا في القناة